ومني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك يا ذر القوة المتين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر من سلسلة دروس مادة علوم الحياة والأرض لمستواجد على مشترك علوم خيار فرنسية أو مسلك دولي اليوم إن شاء الله عندنا الفقرة وحدة وخرى من الدرس الثالث ولي هو على فكتر كليماتيك العوامل المناخية اليوم إن شاء الله عندنا الفقرة اللي خاصة بله بلو دياغرام بيو كليماتيك دون برجي ونبدأوا على بركة الله ألوغ هاد الوتيقة هدي كتبيل لنا لدياغرام بيو كليماتيك دون برجي بالتفصيل كتبيل لنا هاد الأخطوط الحي مناخي ديال ان برجي بيو هي حي وكليماتيك هي فيها الكليمة يعني المناخ هاد الأخطوط الحي مناخي دون برجي على خلاله بيش نفهمو على خلاله وكتب على سي رشحة أتنا لأبحث ديالو لويس ان برجي شاید سمتة لدياغرام بيو كليماتيك دون برجي هاد الأعلم لوي ان برجي جولي ان برجي ها قنصت تهي يمان جانب رعاستان ديستربيشيو دي بجتو المarقات في المجرسري والمهارات الدر راپارتشين دي بجيتو ويلا رایشن دي باي دي دي ده ده گانتم وي ده پتی تهم ولقا ولا وجد واحد العلاقة ولا واحد رابط بنتغير دیال توزيع دیال نباتات و توزيع دیال لباي هما التساقطات لی پیشتباتتات اللی کنا دیجاش فنا تساقطات المطریه بمختلف أشکال دیالها لاتلجیه ولی المطریه ولی تبروری ولی هندان فصلت اللی کم دیجا بادشي و تهيه یا لاتمپراتور یعنی درجات الحرار أمبرجر a أجل عصد أن تذكر با با م و م لدينا علاقة ليس ليه دي ك إغال ألف پا لدينا لدينا أجل مرة پا نعم إ bottoms م م لدينا حصول م لدينا دينا في كيف يحدث الى السلاح الكثير من التالي يوجد في عام المعدل في المبلغيا المرأة الكبير في المهور الى المصرح البعض هي درجة الحارة متوسيطة خلال الشهر الأكتر سخونة أو الأكتر حرارة وكن عبرها عليها ماشي بالدقرير سيسوس وإنما بالدقرير كلبان وكي نحاول من الكلبان نزيد متين وثلاثة وسبعين يقول لك نزيد متين وثلاثة 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 حرارة متوسيطة خلال الشهر الأكتر برودة مينا السنو هنا سلواني والأكتر حسب هاد القيام اللي غي خرجونينا هنا les شخشور انقلسي لكليما أو ماروك et dans le bassin ميديترانيين en 5 اي تاج بيوكليماتيك عطاونا العلماء سنفولي الناعية ديال الموناخ في المغرب الخمسة ديال الأنواع نعلو اللي هو اميد مناخ الرطب تاني هو سب اميد يعني مناخ شبه رطب مناخ سمي اغيد نصف قاحل اغيد مناخ قاحل سحغيان يعني مناخ صحراوي مناخ صحراوي مناخ قاحل مناخ نصف قاحل مناخ شبه رطب مناخ رطب مناخ وهد لدياقرام بيوكليماتيك وهد لدياقرام بيوكليماتيك هو هده اللي مبايين عدنا فصور وهده محور يعد مناخ هذا محور هذا يوجد قائم بيوكليماتيك في الفيديو وهي محور ليه محور اليون رطب مناخ وهي درجة الحرارة الشهر الاكتر برودة. اذا قلنا عندي اولا خمسة ديال الزيتاج خمسة ديال انواع ديال المناخات. مناخ اميد وهذا ابتداد دياله فوق من هذا الخطة هذا. مناخ التاني هو مناخ سب اميد يعني مناخ شبه رطب. ابتداد دياله هو قاعد منطقة هذه. ومناخ التالث هو مناخ سمي اريد. هي مكتوبة هنا. سمي اريد. لقد قلنا هي مناخ آآ نصف قاحل. عندي هنا كلمة اريد يعني قاحل. وهذا الخطة هذا. تحجمنا لهذا الخطة هذا. عندي كلمة السحارية. فهو. هذا الشق اللي اول. ولكن عندي واحدة تصنف واحدة اخر. لقد نصنف هذه المرة هاد ام بتيتام. حسبها هاد درجة الحرارة. الو هنا باش نجي كلمة تل درجة الحرارة. كنصنفو عوشانو. لقد ندير واحدة تصنيفات واحدة اخرين. هاد المرة لحسب درجة الحرارة. ديال الشهر الاكتر برودة. بتيتام هي الشهر الاكتر برودة. لقد نقلنا الشهر الاكتر برودة. ربما معروفين شهر اثناش ولا شهر واحد. سواء الموى ديسمبر ولا الموى جنفي. يوم اللي كتكون في يوم اقل درجة ديال الحرارة خلال السنة. الو عندي هنا ايفار فخوا يعني واحد شتاء جد بارد. عن ايفار فخي يعني واحد الشتاء اللي بارد. كان هناك تلقى تقسيمات واحدة اخرين. عن ايفار تخي فخوا هناك تلقى عن ايفار فخوا هنا شتاء جد بارد هنا شتاء بارد. عن نفاغ تانب بارد يعني شتاء معتدل. وعندي هنا عن نفاغ شود يعني اه شتاء حار شتاء حار. اذا نصنفهم على حسب درجة الحرارة. قل من درجة الحرارة قل من صفر. كان نظر على النفاغ فخوا. بين صفر وثلاثة كان نظر على أن نفاغ شتاء بارد هنا وهنا شتاء جد بارد. بين ثلاثة درجة و بين سبعة كان نظر على واحد درجة الحرارة للي وواحد الشتاء اللي معتدل. فوق من سبعة درجة كان نظر على واحد الشتاء اللي حار. الفوم يعني سخون. اذا هذا هو بيوكليماتيك وباش متانا نحدد انا الدرجة حرارة او نحدد عفوا النوعية هذه المناخ اللي عندي في واحد المنطقة كنحتاج الربعات للحويج اللي هما خسني نحسب هاد لكوسيون هادا باش نحسب هاد لكوسيون هادا كي خسني تساقطات المطارية السنوية كي خسني لمايان دي تمبراتور دي موالو بلي شوت خسني ام كبير خسني ام صغيرة الى عندي هاد القيم هادو عندي هاد ثلاثة هادو فرا كنقدر نحسب كو وإلا كان عندي كو نقدر نحدد النوعية دي المناخ اللي عندي فادي كل منطقة مثلا نحدد المناخ دي لواحد done مش cuisine قان Tran ISO اول حاجة لهيهاpiejolit 是 عندي دي جا فروض كتار بحال هادو بنشاء الله من هنا للنهاية دي الاسبوع لهذا النهاية دي هاد الاسبوع هذا الاسبوع المقبل انشاء الله إذا قلنا باش نحدد اللي تاج اللي النوعية دي الالمناخ اللي عندي فا guided منطقة. نحسب كو. نجي نحدد القيمة ديال هادي كو اللي عندي. نحط القيمة ديالها في هذا المحور هذا. وكنجي ندير الإسقاط ديالها. وكنجي كذلك نحدد عفوا. نحدد النقطة ولا درجة هذا خلال الشهر الاكتر بورودة. وكنجي الإسقاط. النقطة اللي كيتلقى وليه فيها. ولمساحة اللي كيتلقى وليه فيها. نسميها. نسميها. نعطيها اسم ديال المناخ اللي اللي كتفضلها هذيك النبتة ولا مفوم. ولا هذيك المنطقة. نحاول ان شاء الله نخدمه بزاف ديال التمارين من هنا للقبر الفرد. فرد الفروضي يقتربوا. اللي عندهم هذي الدرس ديال العوامل المناخية في الفرد. فرد ان شاء الله. رحمن الرحيم راح نحاول نخدم معكم جمارين كثير. بخصوص هاد الدرس هاد ايجا خدمت بزاف ديال الفروض. بالنسبة للدرس ديال اللي فاكتر غيدا في كل اليوم العوامل التروية. معلكم الا تشوفوهم. وغادي اه تفهموا اللي عنده شي سؤال وليش عاجز ان شاء الله. يطرحه في التعليقات. ورح نحاول ماكسيمو ما اني نجاوب. كي مزاف ديالتعليقات. ما انقدرس نجاوب على كل شي ولكن كنحاول نجاوب على مدكش اللي قديش. والصلاة والسلام على رسول الله. في اللهم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاة وازك التسليم. والسلام عليكم.